دعا رئاسة الأركان العامة للجيش هوات الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد درون إلى عدم ممارسة نشاطاتهم الرياضية إلا بإذن مسبق من قبل الإدارة العامة للطيران المدني والجهة المسؤولة وأهبت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقة العامة بوزارة الدفاع اليوم بهوات الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد درون إلى اتباع الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسلامة الجوية حتى لا يقع تحت طائلة المسائلة القانونية